اشهد السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالرؤية التنموية الرشيدة لحضرة صاحب الجلدة الملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مجال العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة جاء ذلك في كلمة لرئيس البرلمان العربي القاها خلال افتتاح عمل المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية والذي عقد بالقاهرة وأكد العسومي أن البرلمان العربي يدعم جهود مملكة البحرين المخلصة التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في مجال العمل الأمني مثمنا التجربة البحرينية المتميزة في هذا المجال وشدد رئيس البرلمان العربي على أهمية تعزيز واحترام حقوق الإنسان باعتباره محورا أساسيا من المحاور التي يرتكز عليها العمل الأمني لحماية المجتمعات العربية وتوفير الأمن والاستقرار فيها